اشتركوا في القناة والسيطرة على مواقع جديدة بإسناد جوي من طيران التحالف الحوثين هاجموا على المقع وتم ككسرهم وأخذ عتادهم وهذا من العتاد اختنا منه وهذا القنابل والحمد لله لا تهدأ أصوات الاشتباكات هنا إلا وتبدأ المواجهات أكثر حدة هناك وهو ما مكن أفراد الجيش من فرض حصار من عدة اتجاهات وضيق الخناق على الميليشيا سنعجوا من الحوالة وكسحوا وشارت منهم مقاتل كثير وحتى الألغام حقهم شلتهم عندما هربوا يتضح من خلال سير المعركة أن ثمت تقيرا في استراتيجية القتال في سرواح إذ بدت منطقة استنزاف للجماعة الانقلابية التي خسرت بشقها البشر والمادية الكثير وتحظى سرواح بأهمية استراتيجية كونها محدة لصنعاء بمديرية خولان وهو ما جعل الميليشيات تستميت لمن اتقدم قوات الجيش الوطني نحو العاصمة صنعاء خليل الطويل قناة بلقيس مأرب